السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتي اليوم إن شاء الله وتحت طلب العديد من الأخوات سأقدم لكم صبغة بسيطة جدا هي ليست طبيعية مئة بالمئة فيها مكون الذي يساعد في الصبغة كثيرا ولكن بكمية قليلة جدا تقريبا نستطيع أن نقول أن هذه الصبغة طبيعية لماذا؟ لأنها لا تضر الشعر نهائيا على ضمانتي يعني استعملوها بالعكس ستلاحظون أن الشعر أصبح ناعم وأصبحت هناك لمعة جميلة جدا في الشعر بالنسبة لهذه الصبغة تحضرينها وحدك في البيت للون الأشقر الفاتح الصبغة الأولى سأقدم نوعين من الصبغة الصبغة الأولى ستكون للأشقر الفاتح والصبغة الثانية ستكون أشقر غامق يعني أنت اختاري اللون الذي تريدنا بالنسبة للنتيجة سدقوني من أول استعمال ستظهر النتيجة جربوها ولاحظوا اللون الرائع جدا خاصة لأصحاب الشعر الفاتح أما لأصحاب الشعر الغامق يعني خاصة إذا كان غامق جدا أو أسود جدا ممكن أن نضطر أننا نكررها مرتين حتى نحصل على اللون المطلوب هو على الأغلب من أول استعمال ستظهر النتيجة المطلوبة إن شاء الله قلت هذه الصبغة لون أشقر فاتح أو غامق كما تريدين أيضا تناعم وترطب الشعر وتغطي الشيب يعني تغطية مثالية رائعة جدا لشيب الشعر إذا كان موجود سأتكلم في البداية أو سأقدم في البداية سبغة الشعر الأشقر الفاتح وبعدها الأشقر الغامق بالنسبة للسبغة الثانية تغطي لون رائع جدا كأنه لون طبيعي فاتح للشعر قبل ذلك قبل ما أبدأ في عمل الوصفات أتمنى منكم دعمي وتشجيعي بلايك وشير للفيديو أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي يشتركوا في قناة وسأحاول إفادتكم بأنجح الوصفات وأكيد أنتظر أراءكم وتعليقاتكم الجميلة نبدأ أول شيء في السبغة الأولى وهي الخاصة بالأشقر الفاتح نحتاج فيها أول شيء إلى صفار بيضتين بالنسبة للكمية التي أقدمها هي كمية للشعر القصير أما إذا كان طويل جدا أو كثيف جدا ممكن أني أضاعف في كمية المقادير على حسب طول وكثافة الشعر ولكن ضروري جدا أن السبغة تغطي الشعر بالكامل حتى يخرج اللون أو متناسق يعني جميع الشعر يكون لونه موحد يعني التغطية تكون كاملة للشعر نحتاج أول شيء إلى قلت صفار بيضتين نخلط أولا الصفار ثم نضيف المكون الثاني وهو الكركم السبغة الأولى تحتوي على الكركم أما السبغة الثانية فهي لا تحتوي على الكركم نضيف نقدر ملعقتين من الكركم أكيد الكركم الطبيعي بدون ملونات غذائية نقدر ملعقتين من الكركم ونحاول الخلط ثم نضيف المكون الثاني أو الثالث وهو زيت الزيتون أيضا نضيف تقريبا مقدار ملعقتين من زيت الزيتون كبيرتين ثم نضيف أيضا ملعقتين كبيرتين من الكريمة المؤكسدة أو الأكسجين الخاص بالسبغة أيضا نقدر ملعقتين كبيرتين بالنسبة للتركيز يكون ثلاثين فولت أو فوليم لا أدري المهم ثلاثين التركيز نضيف مقدار ملعقتين كبيرتين معذرة أحب مقدار ونشمع نحن مكوينة معظة نخلط جيدا حتى نتحصل على خليط نستمر في الخلط جيدا حتى تندمش كل المكونات بالنسبة لطريقة الاستعمال نستعملها مثلما نستعمل السبغة بشكل عادي نقسم الشعر إلى خصل ونوزع الخليط على كامل الشعر نحاول توزيعه جيدا على كامل الشعر ممكن أنني أستعين بمشط تكون أسنانه متفرقة ونمشط الشعر حتى نضمن أن السبغة توزعت على كامل الشعر نغطي الشعر بغطاء بلاستيكي ممكن أنني نستعين بالسشوار نسخن الرأس باستعمال السشوار نترك هذه السبغة على الأقل ساعتين على الشعر وفي كل مرة ننظر الشعر وإذا وصلنا إلى اللون المطلوب نقوم بغسل الشعر يعني هو السبغة تختلف أي نوع السبغة يختلف على حسب نوعية الشعر هناك من يطلع اللون بسرعة على الشعر وهناك من يأخذ وقت حتى السبغات الأخرى أي نوع السبغة هذه بالنسبة للسبغة الأولى أما بالنسبة للسبغة الثانية سنحتاج فيها أيضا إلى صفار بيضة واحدة وأكيد الكمية سنقوم بها على حسب طول وكثافة الشعر نحتاج إلى المكون الثاني وهو بلسم الشعر أي نوع بلسم شعر إذا توفر عندنا بلسم شعر باللون الأصفر يكون أحسن نضيف إلى صفار بيضة مقدار فنجان من بلسم الشعر البلسم الخاص بالشعر ثم نضيف نفس المقدار من زيت الزيتون تقريبا فنجان مقادير متساوية ونضيف أيضا نفس المقدار من الكريمة المؤكسدة الخاصة بالسبغة أو أكسجين الشعر نضيف أيضا تقريبا مقدار فنجان ونخلط جيدا المكونات مع بعض هذه السبغة تعطي لون طبيعي جدا للشعر أشقر غامق تقريبا يصبح لون شعر وكأنه أشقر طبيعي نوزع هذه السبغة بنفس الطريقة التي استعملناها في السبغة الأولى أو نفس طريقة استعمال أي نوع من السبغة نحاول أنه يتغطى كامل الشعر بهذه السبغة بكمية كبيرة جدا نلف الشعر ونتركه أيضا ممكن أننا نسخنه باستعمال السشوار نتركه على حسب نوع الشعر قلت السبغة على حسب نوع الشعر إذا كان أصلا لون شعر فاتح لن تأخذ منه وقت طويل إذا كان شعر غامق نضطر أننا نتركها ثلاث ساعات أو حتى أكثر لا تضر نهائيا الشعر بالعكس مفيدة جدا تغطي الشيء بشكل رائع جدا هذه هي الوصفات من اليوم أو السبغات لليوم أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل جربوها وتركوا لي النتيجة في التعليقات